السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل الله فما له من هد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شهداء الأكارم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ومع برنامجكم قطباء المستقبل واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموزجين للمرة الثانية على التوالي حاجة باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تعالوا بنا نتعرف عليهم ونرحب بهم معي ومعكم النموزج الأول بعد غياب طويل وكان معنا الحلقة الماضية وأسلق صدورنا واليوم إن شاء الله سيسعد النفوس وتسروا العين بإذن الله ابننا أحمد صابر نرحب بك أهلاً وسلم ورحب بني أحمد ونوري عسل حقيقة الأسبوع اللي فات كان عشر على عشر حلقة اللي فاتت دي ما شاء الله ما شاء الله وأما النموذج الثاني إن شاء الله من أبنائنا ربنا يبارك فيهم يا رب وكان معنا الأسبوع الماضي لأول مرة والنهاردة الحلقة الثانية على التوالي ابننا عبد الرحمن هليسة نرحب به أهلاً وسلم ورحب بك يا عبد الرحمن عبد الرحمن أخو أحمد طبعاً يعلم الله أنا بحبك وقد إيه ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بحفظه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم زخراً للإسلام ولمسلمين آل هليسة كله الله من الله هريسة أقول لها أنت تاني هال هليس كأنك بتعلم الكلام عسى البرك الله فيك بسم الله إن شاء الله شهداء الأكارم كعادتي ومع حضراتكم في كل مرة بنلتقي إما هدياً من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننشئ الأولاد ونربيهم عليه أو نتحدث عن التربية فاليوم إن شاء الله استكمال لثلاث حلقات مضت عن حسن الخلق خلق كريم نربي أبناءنا عليه فوالله أرى ومن وجهة نظري أن أزمة العالم كله وخاصة المسلمين في الأخلاق فما بالنا لا نتحلى بخلق أكرم الناس وسيد الناس وأحسن الناس خلقاً وخلقاً إنه المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة رب العالمين وإنك لا على خلق عظيم عارف ده معنائي أن الله تبارك وتعالى فتش على قلوب العباد كل العباد ليصطفي منهم نبياً ورسولاً ما به الرسالات فاختار أحسن الناس خلقاً وخلقاً إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والا أحسن الناس خلقاً وأكمل الناس هدياً ونسباً صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق وفي هذه الحلقة إن شاء الله ضفها إلى التي سبقت حديثين في كل مرة حديثين نأخذ منهم عذة وعبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ونجعلها نبراساً أمام أعيننا لننشئ الأولاد ونربيهم عليه بإذن الله تبارك وتعالى أما الحديث فقد رواه الترمزي أيضاً من حديث عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع فاحشاً ولا متفحشاً لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان إيه صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا حط دايما الحديث ده قدام عينيك لنفسك والأهل بيتك والأولادك اللهم أمانة ستسأل عنها يوم القيامة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرر فاحشا ولا متفحشا يعني إيه ما بيقولش الفحش في القول الكلام الوحش زي ما كتير أوي من الشباب بيقولوا وكتير أوي من النساء بيرددن بعض الكلمات والله ينجى الجبين منها خجلا بل يقشعر البدن كله أسفا وحزنا على ما أصاب بعض المسلمين في ألفاظهم وكلامهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا لا يقول كلمة وحشة ولا أوحش منها بل بالعكس كان صلى الله عليه وسلم يقول أحلى الكلام حتى أنه قال وإن من خياركم أحسن الناس اللي ربنا بيحبهم أوي أحاسنكم أخلاقة أحاسنكم إيه أخلاقة وقولنا إن الأخلاق لو مش قادر تقول الكلمة الحلوة كف أذاك ده حسن خلق وما أروعه وما أجمله طالما لسنة مش متوعك وتقدر تقول الحلوة ها تقدر تعامل الناس معاملة جميلة وحلوة أو بإنك إيه تكف أذاك ما تقزيش حد ما تبصش لحد بصة يعني فيها اصدراء أو حسد بصة وحشة طب أنت كده ها عندك حسن أخلاق وناس كتير ما يعرفش الكلام ده في دماغه إن حسن الأخلاق يوضى بالكلام وينمقه ويرتبه وقول إيه رأيك كده عندي حسن خلق لا المسألة مش كلام أفعال قبل ما يبقى الكلام فيه ناس لسنها ما شاء الله لكن في المعاملات أجارك الله يبقى ده كسب إيه ما كسبش ده خسر ده هو بيدحك عن نفسه وبيضحك عن ناس إنما اللي مش عارف يقول الكلمة الحلوة وما يقدرش يقولها يقدر يعمل حاجة بسيطة أو ارفع إيدك ما تقزيش حد لا بإيدك ولا بعينك ولا بلسانك يبقى أنت كده عندك حسن أخلاق قالها النبي عليه الصلاة والسلام كف الأذى وبذل المعروف إنه من حسن الخلق بل هو حسن الخلق مش منه حسن الخلق أن تكف أذاك عن الناس أن تعامل الناس معاملة طيبة أن تنطق كلمات حلوة كده يعني يشعر بها اللي قدامك أن أنت أخوه وحبيبه هو الأخ هيقول كلام وحش تأخوه أبداً ولو قال بيعتذر ويتأسف ويحتضن وقول له ما كنتش أقصد عامل الناس كده كأنه بإخواتك بالزبط ما تسمعش حد كلام وحش كلام بلدي وبسيط خالص خالص بدون تنميق رسول الله قدوتنا ما فيش فيها خلال انطق زي ما كان بانطق صلى الله عليه وسلم الكلمة الحلوة وما تزعلش حد وعامل الناس بالتي أحسن على الأقل بما تحب أن يعاملوك شمعنا أنت عايز كل الناس تعملك كويس طب أنت بتعمل الناس زي عشان يبقى عندك حسن أخلق عشان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه جدا في الجنة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إمتى يوم القيامة القيامة آه آه يوم القيامة يوم الحصرة والندامة هتععد جنب النبي بل بالعكس النبي هي نادي عليك وقولك أععد هنا بإيه لا بصلاة ولا بقيام ولا بصيام ولا بكسرة أعمال لا والله بحاجة بسيطة جدا بحسن الخلق إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والعكس بقى وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة العكس بقى اللي ما عندوش حسن أخلاق اللي ما عندوش كلام حلو يقول الناس اللي ما بيعرفش عامل الناس بما يرضي الله اللي بزعى للناس هو ده أبعد الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة صلى الله عليه ومن ولا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم والمشاهدين وكل المسلمين حسن الخلق إنه ولي ذلك ومولاه شهدي الأكارم تعالوا بنا الآن نستمع إلى أبنائنا خطباء المستقبل ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم نبدأ بابننا أحمد صابر تحدثنا عن ماذا؟ عن السيطر السيطر ما شاء الله ما شاء الله أنت موضعك عزل وإنت سكر فضل يحفظ الحمد لله رب العالمين الحمد لله المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام إله رحيم كثير الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا تحيط به الظنون والأوهام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى أبي بكر السابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان فر وهام وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام وعلى علي البحر الخضم والأسة الدرغام أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى واعلموا رحمن الله وإياكم أن أجسامنا على النال لا تقوى أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فئة من البشر ومن الناس ومن أهل الإيمان خاصة ممن يحسبون على الإسلام والمسلمين يجب بأن يراجعوا دينهم ويجب بأن يراجعوا عقيدتهم إن الحق تبارك وتعالى أمرنا بالسطر وإن الله تبارك وتعالى حيي ستي يحب الحياة إن السطر من أسماء الله تبارك وتعالى فلنتق الله في هذا الخلق واستكمالا لسيدنا واستكمالا لشيقنا في حسن الخلق أن حسن الخلق لا يقتصر على بأنك تكون متلفظا بألفاظ جيدة فحسن ولكن حسن الخلق أيضا يكون منه هذا المكرم من مكارم الأخلاق السطر الذي يكون دائما وأبدا من شيم صحابة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا إياه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى حذر ممن ينشيعون الفاحشة في هذه الآونة وفي هذا الزمن عبر مواقع التواصل وعبر الهواتف النقالة وعبر مواقع التواصل التي أصبحت كل سبب كل مصيبة ورزية بأننا نرى بأن كثيرا من الناس ينتشرون للبحث عن الفضائح والحوائش لبني البشر للجيران للأقارب للأحباب للإخوة والأخوات يبحثون عن تدمير جيرانهم عن تدمير أصدقائهم لماذا؟ إن ديننا لا يأمرون بهذا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعوا قول ربكم سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلتق الله والمراجع مما ننشر والمراجع فيما ننشر والمراجع فيما نجرح وفيما ينطلق النسان النسان الذي ينادي عليك كل يوم وينادي على جميع أعضائك وجوارحك ويقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا فلنتق الله في هذه المساوي ولنتق الله في كل لفظ وفي كل كلمة تقال ربما تغتاب وتجرح وربما أيضا تقتل بكلمة وربما تفرق وتهدم أسره وربما أيضا تكذب كذبا وافتراءا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويا عبد الله يا من دائما وأبدا ينتهك في عرضك ويخاض في عرضه ألا تسمع لله ذر قائل يا عبد الله لا تخف من أي شيء روّعك كن مع الله يقل ربي معك وإذا نابك كرب فاستبر واضح مولاك وجفف أجمعك ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكن من أبدعه واسأل الطفل جنينا في الحاشة من رعاك الآن من لا أشبعك واسأل البدر مطلا في الدجة باعثا أضواءهما أروعك واسأل الصبح تجلى مصفرا بعد ليل حالك من أطلعك صر رسول الله وقل يا مصطفى يا شفير من خلق من قد شفعت إنهم ربي إله واحد كن مع الله يقل ربي معك ألا تسمع الخضر عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين علمنا كيف يكون السك بأن ماعز بن مالك الأسلامي ذلك الصحبي كان صحبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب ذنبا من الذنوب وارتكب حدا من الحدود فذهب ماعز إلى مالك وإلى أحد من بني عشيرته وألقى إليه بكلامه وبفعلته ولا يستر على نفسه ولكنه يخاف الله تبارك وتعالى ويبحث عن طريق للرجوع إلى الله تبارك وتعالى نادم على ذنبه ونادم على معصيته وعلى ارتكاب حد من حدود الله فأشار عليه مالك وقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل قرآن ينزل فيه فذهب الرجل ماعز بن مالك الأسلامي الصحابي الذي يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى وهو بقول الله سبحانه وتعالى كن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ينفر الذنوب جميعا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبه واعترف بخطيئته وأقر لها أربعا فاعترض وعرض عنه النبي وأعرض عنه مرة وثانية وأقر أربعا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأقاب عليه حد فعين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه ودعا له واستغفر لذنبه إلا أنه علم أن مالكا هو الذي أشار عليه بأنه يكشف سترة ويقع أشار عليه بأنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا مالك أوما قد سترته بثوبك فكان خيرا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك بستره على ذنب صاحبه وبستره على فاحشة غيره فلنتق الله في نشر الفواهش ولنتق الله في نشر البداءات ولنتق الله في حسن الخلق ولنتق الله فيما نحن نعيش في حياتنا والنراجد كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله تبارك وتعالى أسترني وإياكم في الدنيا والآخرى آمين آمين وآخر نعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنت يا أحمد بارك الله فيك حقيقة موضوع الستر موضوع جميل جدا 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 من أسماء الله تبارك وتعالى من أقولش بقى الستار لأن أخطأ من يقول ستار من أسماء الله الحسنى لا الستير طب الستار دا يبقى إيه؟ برضو معلومة كده يعني على الماشي كده إن شاء الله الستار دا اسم شيطان يستتر يعني يستخبى وهو كده كده طبيعته مخفي فأخطأ من قال الستار لا اسم الله الستير شديده ستر فادعوه بها ندعو باسم الله إيه؟ الستير لكن مش الستار يبقى ستار من اسم أسماء الشيطين اسم شيطان يعني فلا نقول هذه إن شاء الله وهذه معلومة بسيطة كده إن شاء الله لكن موضوع جميل وحلو زي كده ربنا يبارك فيك باسم الله عبد الرحمن عبد الرحمن إيه؟ عبد الرحمن هاني هليس الله يبارك فيك يا عبد الرحمن الحلقة الماضية كلمت إنت في موضوع جميل ما شاء الله والنهار دا هنتكلم عن إيه؟ تربية الأبناء في الإسلام هو دا حولها ندن من زمان لدرجة إن البرنامج عرف بالتربية ويتصل علي بعض الأخوات يقولوا حلقة الأسبوع الماضي كان فيها نقطة كذا وكذا وفتني حلقة يريد تقول لنا النقطة دي أو التانية لا النهاردة جايبين لكم عبد الرحمن هليسة إن شاء الله ومسكر وحلوه برضو زي الهريسة إن شاء الله هتكلمنا عن إيه؟ التربية تربية في الإسلام وده هيبقى تخصوصك إن شاء الله إن شاء الله خضر يا عزي إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نور الهدى شمس الدجى أعلى البرية عنصر صلوا على خير الأنام محمدًا أما بعد فموضوع حديثنا عن تربية الأبناء في الإسلام تربية الأبناء مسؤولية جميع الآباء والأمهات والمربون ووسائل الإعلان والعلماء القل يشارك في التربية ودورنا أن نبدأ هذا الأمر مبكرًا عند الأطفال عن طريق تدريبهم على العبادات منذ الولادة من خلال سماعهم القرآن وتقبيلهم أثناء العبادات وبعدها وعدم الغضب عليهم فيرتبط عند الطفل أن وقت العبادات وقت حب وسكينة وسعادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حاب سبتيمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم لذلك حس الإسلام على تنشأ الطفل على الأخلاق الحميدة من البداية لأن هذا الأمر يصعد عليه في الكبر لأن أهمال هذا الأمر يؤدي إلى فساد الفرد وبالتالي فساد الأسرة ثم فساد المجتمع وفي يوم دخل أحد القلفاء ومعه ابنه وقد بلغ من العمر تسع سنين دخلوا على الخليفة المأمون وكان المأمون يرتدي خاتما فأراد المأمون أن يذاعب الطفل الصغير فقال يا غلام هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال نعم فتعجب المأمون وسكت قليلا ثم قال ما هو يا غلام؟ قال الإصبع الذي فيه من الذي علم الطفل الصغير هذا الكلام؟ رباه أبوه وتعاهده أبوه لأن حسن الكلام يضل على العقل كما كان يفعل هارم الرشيد كان يأتي بالأصمعي وبعض المدرسين ليؤدب أولاده وكان يضع على كل مدرس جسوس هذا الجسوس ينقل له كل الأخبار لأن بعض المدرسين يكونوا ضعفاء النفس يقولون هؤلاء هم أولاد الخلفاء وغدا سيكونهم الخلفاء بعد والدهم أتقرب وأتودد إليهم هذا الجسوس ليعرف من الذي يجري بين المدرس وأولاده وفي يوم كان الأصمعي يريد القيام فتصابق الأولاد في أن يلبساه النعل فاتفقوا على أن كل واحد منهم يلبسه فردة من النعل فأخذ الجسوس هذا المشهد ونقله لهارون الرشيد وفي يوم جلس هارون مع الأصمعي فقال هارون يا أصمعي من أعز الناس؟ قال الأصمعي أمير المؤمنين قال له لا أعز الناس من تسابق ولي العهد في أن يلبساه النعل لذلك لا يصلح علم مطلقا إلا بأدب لذلك لا يصلح علم مطلقا إلا بأدب وفقد كانت أم محمد الفاتح تأخذه بعد صلاة الفجر يطريها أسوار القسطنطينية وتقول لها في ثقة يا محمد أنت القائد الذي ستفتح هذه البلاد اسمك محمد وهو ما ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الأمير أميرها فكان ينظر الطفل الصغير في عين أمه ويرد مستغربا كيف يا أمي أفتح هذه المدينة الكبيرة فترد عليه الأم وتقول بالقرآن والقوة والسلاح وحب الناس وتأخذ يديه وترفعهما إلى السماء داعية يا رب يا عظيم يا مجيب الدعوات يا قادر على كل شيء اجعل ابني هذا خير الأمير الذي يفتح القسطنطينية اجعل البركة في هتين اليدين واجعل مصر المسلمين يأتي من خلالهما فاللهم اجعل أولادنا كأولاد الصحابة وبناتنا كبنات الصحابة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنت يا عبد الرحمن وبارك الله فيك يا ابني بسم الله ومشاء الله فعلا يا عبد الرحمن التربية تكون بالحب لكن مش بإنزال العقوبة ولكن العقوبة يعني لو عاوز تعاقب الإبن ما تعاقبوش إيه جسدي لأ تبقى عقوبة مادية حرمان من نزهة من فسحة من لعبة كان عايزها لكن مش عقاب قاسي وضرب أبدا حتى أن انت ذكرت حتة جميلة أول عجبتني أن الصحابة والتابعين كانوا يؤدبون أولادهم ويربونهم على العبادات بحب كتقبيلهم بعد إيه بعد العبادة أو السمر معهم والقرب منهم واحتضنهم دي تربية وفيها من الحب ما الله به علي لكن تقولي يا عبد الرحمن أو أنت يا شيخ أحمد لو إن واحد بيعاقب ابنه لأني رأيت بعيني والله وسمعت بأذني من أيقظ ابنه عند النوم لمجرد أن نسمع كلمة من واحد في المسجد بقول له ابنك كان بيلعب في الحمامات والحنفيات وبيرش مياه على واحد في المسجد ما ينفعش كده وكده غلط قد بابنك يقوم المسكين يعود إلى ابنه يجده نائما وده منظر وحش جدا وأنا أرفضه تماما ويرفضه كل إنسان يوقظه من نومه ويوقفه قدام منه كده ويقول له كنت بتعمل إيه في المسجد وبترش مياه ليه وتكسر في الحنفيات وضرب أنزل به عقوبة الولد اتفزع وتصرع ومن يومها والولد تعبان هل توافقني الرأي أن دي تربية خاطئة؟ طبعا خاطئة طبعا إنما التربية تكون بحب بحب اترك ابنك حتى يستيقظ وإن أردت إيقاظه امسح كده على رأسه وقول حبيبي حبيب أبوه مين حتى يستيقظ الولد على كلمات طيبة قالها علماء التربية وقالها كل إنسان وربي فاضل واسأله جاني شكوى منك عملت كذا في المسجد لا مش عايزين نعمل التصرف ده واعتذر عن الخطأ هي دي التربية تبقى التربية بإيه؟ بحب تربية بحب إن شاء الله شهداء الأكارم أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا فإننا لا نحسن التربية وأن يرزقني وإياكم يا رب يا رب العلم النافع والأخذ بأيدي أولادنا إلى بر الأمان إلى القرب من الرحمن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد أكتفي لأن وقت الحلقة قد انتهى فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته